اشتركوا في القناة برقيته الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه اخلص عبارات الفخر والاعتزاز بمناسبة تفضل جلالته بتشريف مجلسي الشورى والنواب بافتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب وكدم عليه ان مضامين الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة كانت نبراسا نستضيء به في طريق الخير والنماء للوفاء بتطلعات جلالته حفظه الله ورعاه في خدمة المواطن وتحقيق العز والمجد لمملكتنا الغالية وان الدعم المستمر والمساند المتواصل من جلالته لمجلس النواب لهو مما يشد من ازرنا ويقوي عزمتنا ويحملنا المسئولية امام الله تعالى وشعب المملكة الوفي داعيا المولى عز وجل ان يديم جلالته ذخرا للمملكة وقائدا لمسيرتها وان ينعم عليه بدوام الصحة والسعادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة